فيديو جديد وفيديو مميز عاوزة ارحب بيكم معايا في فيديو النهاردة هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لسه مشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعمل اشتراك للقناة وما تنسيش كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف مع بعض الادوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها وهنا هنشوف مع بعض عندنا بسكت للغسيل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار او جنب الغسالة وهنا هنشوف عندنا اداة تسبيت او حامل تقدر ان ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتنظم عليه غطيان الحلل بعد كده هنا هنشوف عندنا حامل للموبايل مقاوم للمية تقدر ان ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة بعد كده هنا هنشوف عندنا منظم للاكياس البلاستيك وهو بيكون مصنوع من القماش تقدر ان ان انت تثبتيه عندك على الجدار او جنب التلاجة وطبعا المنظم ده بيخلصك من زحمة الاكياس اللي بتبقى عندك واستخدامه بيكون سهل جدا زي ما انت شايفة كده معايا بعد كده هنشوف عندنا المصفة الكبيرة دي او المغرفة اللي تقدر ان انت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة وحجمها بيكون كبير بيساعدك ان انت تصفي مختلف الاكلات اللي انت بتعمليها زي الخضار المسلوق او المكارونا او اي اكلات تانية تحتاج ان انت تصفيها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا اداة تنظيف كرس الحمام وهي بتساعدك ان تنظفي كرس الحمام بكل سهولة والاداة دي بيجي معاها مجموعة من الكطع الاسترنجية اللي بيبقى فيها مد التنظيف بتساعدك ان انت تنظفي وتعقمي كرس الحمام وهي طبعا بتديكي افضل نتائج التنظيف اللي انت بتكوني محتاجاها وغير كده بيجي معاها حامل تقدر ان انت تثبتيها عليه بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المطحنة الصغيرة دي تقدري من خلال المطحنة دي تتحني الرز او السكر او الشطة او اي حاجة عاوزة تتحنيها بكل سهولة زي ما انت شايفة معايا كده من خلال الفيديو بعد كده عندنا مجموعة من منظمات الصغيرة للتلاجة اللي بتحتوي على مصفة وتقدر ان انت تنظمي بيها الخضار الصغير او الفكهة الصغيرة وتقدر ان انت تنظمي بيها الخضار المتقطع او الفكهة المتقطعة وهي طبعا بتساعدك انك تصفي كل المياه اللي بتبقى موجودة في الفكهة او الخضار ده وهنا هنشوف مع بعض عندنا رف تقدر ان انت تثبتيها على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تنظمي عليه الشمعات او المشابك بعد كده هنا معينا الجهاز اللي بيساعدك ان انت تعملي مختلف الاكلات على البخار زي ان انت تقدري من خلاله تسلق البيض او اي حاجة تانية انت عاوزيها تعالي بقى نشوف مع بعض عندنا القشاطة العريضة اللي بتساعدك ان انت تلمي كل المية او التراب من على الارضيات او مختلف الاسطح اللي عندك بطريقة سهلة وسريعة جدا زي مواضح كده قدامك من خلال الفيديو بعد كده معينا فرشة تنظيف كرسي الحمام الفرشة دي مصنوعة من السيلكون تقدر ان انت تنظف بيها كرسي الحمام بكل سهولة وهي بتكون مارينة جدا وبتساعدك توصلي الاسعب الاماكن وتنظفيها بكل سهولة هنا هنشوف مع بعض عندنا مصفة تقدر ان انت تصفي من خلالها الرزة او الخضار او الفكهة او البوكاليات بطريقة سهلة وبسيطة جدا بعد كده معينا السيلكة اللي بتساعدنا على تسليك المصارف عندنا او الاحواط بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهي بتكون عملية جدا وسهلة في الاستخدام وتقدر ان انت تحركيها وتتحكمي فيها بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا اكياس حفظ الهدوم او البطاطين والاكياس دي بيجي معاها الجهاز كده بيساعدك ان انت تسحبي كل الهواء اللي بيبقى موجود في الاكياس دي وده طبعا بيساعدك على توفير المساحة جواد دولاب بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وتقدر ان انت تنظمي عليه غطيان الحلل او البلانشة اللي انت بتقطيع عليها الخضار والفكهة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مقص الخضار اللي تقدر ان انت تقطعي بالخضرة زي البقدونس او الكزبرة او الشبت وتقدر ان انت تقطعي بالفلفل او البصل بطريقة بسيطة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وهنا هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على صنع المكارونة بمختلف اشكالها وطبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبييجي متوفر معاك كذا شكل تقدر ان انت تعملي اي شكل من اشكال المكارونة اللي انت عاوزيها بعد كده هنشوف عندنا فرشة التنظيف دي وتقدري طبعا تستخدميها في تنظيف حاجات كتيرة زي مثلا البتجاز او الرخام او الاطباق والحلل او تقدري طبعا تستخدميها في تنظيف السجاد او الاحزاية او مختلف الاسطح اللي بتكون عندك يعني هي بيكون لها كذا طريقة في الاستخدام هنا بقى معانا مصفى تقدر ان انت تصفي من خلالها الاطباق او الكبات او تقدر ان انت تستخدميها كصانية للتقديم وتقدمي فيها المشروبات او اي حاجة انت عاوزيها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا هق تقدر ان انت تسبتيه على الجدار من غير اي مصامير او اي مواد لاثقة وبعد كده تقدر ان انت تنظم عليه مختلف ادوات التنظيف اللي بتبقى موجودة عندك زي المستاحة او المقشة او اي ادوات تنظيف انت بتستخدميها في البيت هنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من المشابك اللي بتيجي باحجام مختلفة تقدري من خلالها تقفلي مختلف اكياس التوابل او اي اكياس بتبقى موجودة عندك وهي اشكالها بتبقى جميلة جدا وبتساعدك ان انت تحافظي على مختلف الحاجات اللي بتبقى متنظمة عندك في الاكياس لاطول فترة ممكنة هنا هنشوف مع بعض عندنا السلكة اللي حجمها بيكون كبير شوية فبتساعدك ان انت تنظفي كل الموعين او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك بطريقة سهلة وبسيطة جدا بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا فرشة للتنظيف الفرشة دي تقدر ان انت تليفيها كده بطريقة مارينة جدا وتنظفي بيها جميع الزوايا اللي بتبقى موجودة عندك في مختلف الاسطح او الارضيات وبييجي معاها مجبك كده صغير بيساعدك ان انت تشيلي اي حاجة موجودة في الارضيات او في المصارف بكل سهولة بعد كده معانا الحامل اللي تقدر ان انت تثبتيه عندك على قدار الحمام بكل سهولة وتثبتي عليه مجافف الشعر الخاص بيكي وهنا معانا الفرشة اللي بتساعدنا ان انا نضف مختلف الكبايات الكبيرة او البرتمانات اللي بتكون طويلة اللي بيبقى صعبة علينا تنظيفها بعد كده هنشوف عندنا حامل او منظم لادوات مختلف التنظيف زي الممسحة او المكنسة وهو يعتبر من الرفوف لذاتية اللاصق يعني مش بتحتاج لأي مواد لاصقة عشان تثبتيه على الجدار هنا بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا الفوطة او المنزيل اللي بيساعدنا على تنظيف مختلف ادوات ولوازم المطبخ اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وهنا معانا رول سلك الرول ده تقدر ان انت يتقطع منه حتة مناسبة على حجم المصرف اللي موجودة عندك وهو بيمنع اي حاجة تنزل في المصرف زي الشعر او الاوساخ وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الجوانتي الجميل ده طبعا تقدر ان انت تستخدميه وتحمي ايديك من مختلف ادوات ومواد التنظيف اللي احنا بنستخدمها دايما في التنظيفات المختلفة اليومية اللي بنعملها في البيت هنا تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من المشابك اللي جاية على شكل جزر وبتيجي فيها خاصية المناطيس يعني تقدر ان انت تثبتيها عندك على التلاجة وتقدر ان انت تستخدميها في قفل مختلف الاكياس اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار بكل سهولة وتقدر ان انت تنظمي عليه غطيان الحلل او البلانشة اللي انت بتقطيع عليها الخضار والفاكهة ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي أدوات منزلية جديدة وأفكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصلك إسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده هقولك إزاي تقدروا تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معنا في الفيديو ده والأدوات اللي محتاجها في بيتك أو في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر إنك من خلالها تجيبي كل المنتجات والأدوات دي بكل سهولة تقدر إنك تجيبي المنتجات دي بتلات طرق وطبعا تقدر إنك تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه خبضياتا كده أول طريقة لو أنت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر إنك تجيبي كل الأدوات دي عن طريق تطبيق عليك سبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها هو عاوزا اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت اسبكم في رعاية اللي ترجمة نانسي قنقر